تزامناً مع احتدام المواجهة مع حزب الله في لبنان وتصاعد التوتر مع إيران تجدد إسرائيل غاراتها الجوية على الأراضي السورية مستهدفةً مواقع في جنوب ووسط البلاد وكالة سانا التابعة للحكومة السورية قالت إن قصفاً إسرائيلياً من اتجاه الجولان السوري المحتل والأجواء اللبنانية استهدف مواقع عسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى دون أن تذكر أي تفاصيل إضافية عن المواقع المستهدفة أو حجم الأضرار التي خلفها القصف ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية حاولت التصدي للصواريخ مشيرة إلى إسقاط بعضها من جانبه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن دوية انفجارات سمع في العاصمة دمشق وريفها ومدينة حمص وسط رصد تحليق للطائرات الإسرائيلية في أجواء الحدود السورية الأردنية مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أشار في تصريحات لوسائل إعلام إلى أن الدفاعات الجوية التابعة للحكومة السورية حاولت التصدي لطائرات إسرائيلية كانت في طريقها لقصف إيران وكثفت إسرائيل في الفترة الأخيرة هجماتها على العاصمة السورية دمشق ومناطق متفرقة من البلاد ما أسفر عن وقوع قتل وجرح بينهم قياديون بحزب الله والحرس الثوري الإيراني